أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي عن ترشح المملكة العضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال أعمال دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جونيف وأوضح التميمي محورية المبادرات التي عملت عليها المملكة مع الاتحاد في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلدان النامية مؤكدا على أن سوق تقنية المعلومات في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أؤكد أن بلادي عازمة على مواصلة جهودها لمساندة الاتحاد واستمرار مواكبته المستجدات المتغيرات وذلك من خلال ترشحها لترأس الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات تيساك وكذلك إعادة ترشحها لعضوية مجلس الاتحاد وعضوية لجنة لوائح الراديو أثناء انتخابات مؤتمر المندوبين المفوضين القادم وعبر محافظ هيئة الاتصالات عن فخر المملكة بعضويتها في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ أكثر من سبعة وخمسين عاماً ساهمت خلالها المملكة في صناعة القرارات ذات الأثر المهم في بناء حاضر الاتحاد بجهود مشتركة مع كافة الأعضاء اثناء المملكة العربية السعودية منذ أصبحت عظم في الاتحاد الدولي للاتصالات عام 1949 ميلادي وفي مجلسه الموقر في عام 1965 وهي تسفر إمكاناتها وخبراتها البشرية لدعم أنشطته والمشاركة في محافله المختلفة يشار إلى أن مجلس دارة الاتحاد الدولي للاتصالات يضم 48 من أصل 193 دولة عضواً في الاتحاد من بينها المملكة ويقوم المجلس بوضع سياسات الاتحاد الدولي للاتصالات واستراتيجياته إضافة إلى تسيير أعمال وبرامج الاتحاد والموافقة على ميزانياته أكثر من 57 عاماً في عضوية الاتحاد الدولي تساهم المملكة في بناء حاضره اليوم ورسم مستقبله بجهود دولية مع كافة الدول الأعضاء طه يوسف حسن قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف